السلام عليكم اخوان مرحبا بكم في فيديو جديد فهذا الفيديو ان شاء الله سنرى معكم در الشخص بواحد طريقة مختصرة يعني ستكون مركزة على الحويج اللي خسكم بتاخدوه ان شاء الله في هذا الوقيت هذه بالخصوص لان انا ما بقاش بزاف متاح الوطني بالنسبة للشخص شفنا فيه ثلاثة المحاور المحور الاول اسمه الشخص ولوية المحور الثاني الشخص بس فيه قيمة المحور الثالث الشخص بين الضرورة والحرية بالنسبة لمحور الاول شخص ولوية في هذا المحور هده لدينا واحد السؤال اساسي اسمه ما اساس ويات الشخص سوف نعرفه شنو اللي كي اسس لنا ويات الشخص شفنا ثلاثة الفلاسفة كان ديكارت يقولنا بان اساس ويات شخص هو الفكر كان جولوك يقولنا الفكر بوحده راما كافيش حسنا نزيد الحواس وشعور دينا جولوك يقولنا شعور الداكرة وما اساس ويات شخص كان كذلك شوبنهاور هذا كيقولنا بان الارادة هيلك تاسس ويات شخص يقولنا ذلك الحواج غيرين ركيد تفقده العقل ركيد تفقد ذاكرة ركيد تفقد سوف يخوان ذلك ثلاثة المواقف بالنسبة لذكرت كيف يفسر لنا العقل هو أساس وياة شخص انطلاقا من ذلك الكوجيتو دياله أنا أفكر إذا أنا موجود كيقول لك أود دي أنا كنفكر بالتالي كانت بتل وجود ديالي عن طريق العقل سوف يتوقع باينة مني كانت بتل وياة شخصية ديالي ركا كانت بتل وجود ديالي وكيقولنا بأن العقل هو نور فطري يعني الإنسان مني كانت تزاد من الولادة دياله العقل مزود مجموعة من الأفكار بخلاف تجلق تجلق يقولنا بأن العقل صفحة بيضاء يعني العقل بحضورة ما كافيش باش نتبتل وجود ديالنا والهوية شخصية ديالنا يقولنا ضروري خسنا نزيد ما يسمى بالحواس الحواس رمعروفين خمسة الحواس سما البصر الشم الدوق اللمس يقولنا الفكر بحضورة ما كافيش خسنا نزيد الحواس وأي أوبراسيون نحن في التجارب ديال الحياة اليومية ديالنا يكونوا فيها مجموعة نزيد الحواس الفكر زائد الحواس أي حاجة أنت بدرتها في الحياة ديالك أي تصرف درته رد عروري كتستخدم فيه الفكر والحواس أميمته ذلك هذا الفكر وهذا الحواس من بعد من يقدسوا واحد لمدة يترسخوا في الداكرة ذلك الشيء الذي نقوله بأن أساسوية شخص هو الشعور والداكرة سوف يركزوا على هذه النقاط ديكارد يعتمد على العقل تقوله يعتبرنا بأن العقل صفحة بيضاء يقولنا العقل رخاوي لذلك لا نقوله بأنوية شخص تتأسس انطلاق من العقل يقولنا ضروري نزيد ما يسمى بالحواس يعني يعني كان نفكر وما يمتون را كان نستعملوا واحد الحاسة ما يمكنش نفكر وانا ما مستعملش واحد الحاسة مرتبطي المعبضياتهم ومن يقدسوا واحد المترة كيترسخوا في الداكرة هذا هو جوشت المواقف بالنسبة للمواقف الآخر ديال شبنهاور هذا كي يعطى بالنبي أن الإرادة بوحدها اللي كانت تبقى تابتها مع مرر الزمن يقولنا بأن الحواس اخرين هي تغيره يقولنا الإرادة هي نواة توجود الإنسان الإنسان توجد بهذا الكون هذا بالإرادة دياله عنده إرادة المال عنده إرادة الجنس أي حاجة تجعله يعيش راه الإرادة اللي خلته يدير هذه الأمور لماذا مثلا تجد شخص واحد ما كافش عم كيتلح في البحر إن فوق يبدأ يغرق يحاول تقراسه ذلك هي الإرادة لا تجعله يموت إرادة الحياة تجعله يستمره أنه يعيش سوفي إخوان ذلك دي كارت كيقولنا بأنوية شخص تابتة تجلو كذلك كيقولنا بأنوية شخص تابتة شوبنهور كيقولنا كذلك تابتة غير بالنسبة لشوبنهور كونتر هو تجلو كيقولنا بأن ذاك شلي كيقول تجلوك راه ما كيبقاش ديمة تابت كيتغير بمعنى ذاكرة اللي كيقولنا تجلو كيدافع لها راه تغير مع مر الزمن بالتالي لوية شخصية عندهم راه متغيرة كيقول لك أنا بوحدة لعندي تابتة لأنني كنقول إرادة كتبقى دائما تابتة مع مر الزمن هذا الشي اللي كان في المحور الأول بالنسبة المحور الثاني الشخص بس في قيمة هنا غادي نحاول نشوف شنو اللي كي أسس لنا القيمة غادي نطرح واحد سؤال من أين يستمد الشخص قيمته يعني الشخص من يمكن يجيب القيمة عندنا إماروين كانت هذا كيقولك بأن الشخص غاية في ذاتي بما القيمة دياله عنده في ذات دياله انطلاقا من كونه كائن عاقل مميزة جميع كائنة الحياة الأخرى بهذا العقل هذا لذلك من لازم أن نحترمه إماروين كانت كيهضر من واجب أخلاقي كيقولك من الواجب عليك تحترم أي إنسان انطلاقا من ذاك العقل اللي عنده لأنه مميز كما قلت لكم أن باقي الكائنة الحياة الأخرى ذلك كيقولنا بأن الشخص هو غاية ماشي وسيلة ما كنستعملوش كوسيلة بحال جامل أشياء مني كنحتاجوها كنقضيو بها الغرض مني كنسلو منها كاللوحوة لإنسان لا لإنسان كيتعتبر غاية في ذاتي كما بيكون نوع دياله كما بيكون الشكل دياله كما بيكون مكان الاجتماعي دياله خاصنا نحترمو نعطيه قيمة كي الموقف الآخر ديال غوصدورف هذا ضد إمار وين كانت هذا كيقولنا بأن الشخص باش تكون عنده قيمة ما خاصوش يعتمد على الدات دياله ما يعتمدش على العقل دياله ودات دياله اللي عنده في الداخل دياله خاصو يجيب القيمة انطلاقا من الآخرين كيقولك أن الشخص يستمد قيمته بينفيته على الآخرين من الواجب عليه ينفت على الناس ويتضامن معهم ويتعاشر معهم ويتعاون معهم هذا يعطيه قيمة شي واحد محتاج شي على شخص يتعاونه شي واحد مريض يتعاونه شي واحد مريض يتعاونه هذا هو الانفتال الآخرين تكون اجتماعي هذا الانفتال الآخرين هو كل ما يعطيه قيمة حسب غوصدورف بالنسبة للمحوار بالنسبة للمحوار تلت الشخص في نظر الحرية سنرى هل الشخص حر ام خادر ضرورة والشخص يكون حر ولا يكون غير حر بالنسبة لصارتر يقولنا بأن الشخص حر لأنه إنسان مشروع بمعنى أنه قادر يطور نفسه بنفسه بدون تدخل من الآخر كيف تكون الضروف العراقين هو عنده حرية باش يتجاوزها ويتغلب عليها ويتعالع عليها عن طريق الشغل والحركة ذو كل إنسان عنده حرية مطلقة بإمكانه أن يحدد مصيره بنفسه لأنه إنسان مشروع لأنه إنسان مشروع بإمكانه أن يحدد مصيره برغم تواجد كل العراقين والحواجز أرى ممكن يتجاوزهم لأنه عنده حرية مطلقة بالنسبة لصارتر هذا لا يؤمن بالحرية يقولك بأنه حرية الشخص مجرد الشخص لا يوجد حرية يقولنا يقولنا أنه يتخيله هنا بأنه يوجد حرية مثل الإنسان كيف يتحكم في النوم أرى لا يتحكم وإنسان لا يريد الناس يجب أن يأتي واحد الوقت وإنسان هذا يتسمى بظروف بضرورات بشروط لما تجعل الإنسان تكون عنده حرية فهو يتخيل بأنه حر سوف يتحكم في النوم لكن لا مجرد واحد سوف يتخيلها لا يوجد حرية مثلا في الأكل كيف يأتي الجوع كيف تتحكم في هذا الجوع لا هذا الواجب أو شيء محتوم كيف يتحكم في الأكل أو النوم أو الظروف الطبيعية مثلا الحرارة أو البرودة هذا يتسمى بضرورات إكرهات خارجة على إرادة الإنسان لذلك قلنا بأن الشخص غير حر مقيد مجموعة ضرورات خارجة عن إرادته سوف يتحكم في هذا الدرس هذا الشخص سهل يجب أن يتركوا النقاط لكم بشكل مختصر أتمنى الشراء ترفق الجميع ترجمة نانسي قنقر